شهدت العاصمة الأوكرانية كييف هجوماً روسياً استثنائياً في كثافته حيث أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية في يوم واحد 18 صاروخاً روسياً في أجواء المدينة 6 صواريخ روسية فرط صوتية من طراز كينغال وهو نوع من الأسلحة التي يصعب اعتراضها ويصل إلى 2000 كم ويمكنه القيام بمناورات خلال كل مرحلة من مرحل طيرانه كما أسقطت أوكرانيا 9 صواريخ من طراز كاليبر وبحسب خبر عسكريين فأن هذا الصاروخ يعد أحد أهم الأسلحة الروسية وأكثرها فتكاً ويبلغ طوله أكثر من 8 أمتار وارتفاع تحليقه يصل إلى 10 أمتار عند الاكتراب من الهدف و20 متراً في المسار إضافة إلى ذلك فقد استطاعت قوات الدفاع الأوكرانية أسقط ثلاثة صواريخ من منظومة S400 وهي منظومة سريعة ذات قدرة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد ولهذا الصواريخ القدرة على اكتشاف الأهداف الجوية على بعد 600 كم الجيش الأوكراني أسقط أيضاً ثلاثة مسيرات استطلاع وستة مسيرات من نوع شاهد 136 كانت متجهة إلى كييف وهي عبارة عن طائرة من دون طيار تحمل ذخيرة وتستعمل مرة واحدة وصنعت في إيران ترجمة نانسي قنقر